فهذه المعجزة أحبائي إشباع الآلاف لاحظ أنه بوتروس لما شاف الموضوع وهذا يهودي والمعجزة أمام يهود يعني اللي كانوا محافظين على الشريعة نيجي بعد أكم قرن نحاول نصحح الكتاب المقدس بدون الأدلة آية يتيمة ممكن أو بدون الدليل حاشا ما تكذبش الله لأنه بتقع تحت دينوني أمام الله فبوتروس بقول ليسوع المسيح يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك يعني المعجزة مش بس إشباع الآلاف المعجزة مش بس الإشباع الروحي المعجزة مش بس يعني دليل لسلطان وقدرة يسوع المسيح لكن بيتكلم بوتروس أنه يسوع المسيح هو ابن الله يعني الذي يعلن عن الذات الإلهية لأن المسيح هو كلمة الله وصورة الله الغير منزور لأنه قال من رأاني فقد رأى الآب يسوع المسيح اللي صنع الآيات والمعجزات اللي أظهر الأعمال الإلهية والمحبة الإلهية بشكل خارق فعندما ترى يسوع المسيح بتشوف كيف الله اتمشى على أرضنا بيصنع خير بيشفل مرضى يقيم الموتة يطهر البرص ويبشر المساكين وفعلا عم بيعطي الحياة الأبدية وإعطاء الحياة الأبدية هل هي من مميزات أي شخص ما ولا هي من مميزات يسوع المسيح فالمسيح منشوف هذه المعجزة سلطان منشوف أنه هو الخالق المهيمن المسدد كل احتياج وهذه هي رسالة أن المسيح بيشبع حياتك أيضا موسيقى موسيقى